ناغش أمين عام المجلس المحلي بمحافظة لاحية الأستاذ عوض بن عوض الصلاحي مع رئيس الوحدة التنفيذية لشؤون النازحين عمر الصماتي وأمين عام مكتب الهلال الأحمر اليمني بالمحافظة فواز الشاووش ناغش جهود التدخل يقاثة النازحين بمديرية المسيمير وتطرق اللقاء إلى أهمية التدخل يقاثة النازحين من مناطق قرين وعاهما بالمديرية الذين أجبرتهم اعتداءات ميليشيا الحوث الإرهابية على النزوح من منازلهم ومناطقهم ودعا الصلاحي إلى ضرورة المزيد من التدخلات الإنسانية المتعددة الأقراض والاحتياجات للنازحين في مديرية المسيمير للتخفيف من معاناتهم التي ستتفاقم مع دخول فصل الشتاء واحتمالية انتشار الأمراض في أوساطهم وخاصة الأطفال والنساء